صورة القمة النهاردة بتعكس مجهودات مصر خلال الفترة الماضية مصر كان بإمكانها خلال الفترة اللي فاتت إنها تقوي علاقتها فقط مع الجانب الروسي بكثير من المشروعات ويمكن الرئيس بوتل اتكلم عن هذا الأمر ورئيس عدل الفتاة حسيسي برضو اتكلم عن هذا الأمر في عدد كبير من المشروعات على أرض مصر هنتكلم عن المنطقة الصناعية والضبعة بالإضافة إلى استثمارات والكثير من المستثمرين ورجال أعمال الروس عندهم مشروعات في مصر خلال الفترة اللي جاية لكن مصر أرادت أنها يكون لها بصمة واضحة مع الاتحاد الأفريقي وقت رئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019 مصر أرادت التنمية لدول القارة الأفريقية كلها وأعتقد أن هذا كان واضح لأن هذه القمة في نسختها الثانية بعد القمة الأولى في سوتي في 2019 كانت من نتاج ما فعلته مصر أثناء طبعا رئاستها الاتحاد الأفريقي مصر في هذه الفترة أطلقت مبادرة لإسكاة البنادق هذه المبادرة التي تبناها مجلس الأمن بالإجماع بعد كده ده بيؤكد أن مصر دائما تدعو للسلم تدعو دائما إلى حل كافة النزاعات عن طريق الطرق السلمية وتبعد دائما عن استخدام السلاح في أي نزاع أو أي صراع أيا كان سواء في المنطقة أو في العالم كله مصر كمان كان لها قبل كده في المنطقة الاقتصادية في 2018 عملت الكثير من المبادرات منها إنشاء صندوق لمخاطر الاستثمار في أفريقيا ده أهميته إيه؟ أهميته أن أي مستثمر عايز يروح القارة السمراء عايز يبقى متطمن وهو رايح أي مستثمر في الدنيا بيكون عايز يتطمن وهو رايح المكان اللي هو هيستثمر فيه عارف أنه هو هيقدر يدخل ويستثمر وفي نفس الوقت لو حب ينهي استثماره في أي لحظة أنه هو يخرج أعتقد أن هذا الصندوق من الأهمية أنه هو يحافظ على أموال المستثمرين ويكون ضمان ليهم من مخاطر الاستثمار طبعا بكل تأكيد القمة كانت واضحة لجميع البيان الختامي ألية التنفيذ عندنا وقفة كمان مع كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان فيها الكثير من الرسائل حتى أنه تحدث عن أن الوصائق التي تخرج من هذه القمة بتؤكد عمق العلاقات ما بين روسيا والقارة الأفريقية فبعدها على طول الرئيس بوتين رح قايل إحنا مش محتاجين وصائق إحنا الاستثمارات بالفعل اللي موجودة على الأرض سواء في أفريقيا أو في مصر بتؤكد عمق هذه العلاقات حالة من التقارب كانت واضحة حالة من الاعتزاز بين قادة القارة الأفريقية والرئيس بوتين حتى كان فيه حالة من الود على هامش هذه القمة كانوا بتصوروا معاه صور تذكرية بتليفوناتهم بيؤكد أن فيه علاقة قوية ما بين القارة الأفريقية وما بين الجانب الروسي